بعث دكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريارك الكرزة المرقصية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وخلال برقيته أكد عبدالعال على أن البابا توادرس قامة مصرية ووطنية تلقى رضاء جموع الشعب المصري لمواقفه الشامخة التي تعلي الصالح العام وتحفظ وحدة النسيج الوطني بمسلمه وأقباطه التي تزيده الأيام قوة ومتانة معربا عن أمنياته بأن تعود هذه الأيام وقد ارتقى شعب مصر العظيم إلى أعلى مراتب السعادة والأمن والأمن